لاعب كرة القدم المحترفون مدللون مرتاحون مادياً متفرغون للإعداد البدني والصحي والنفسي ميس يغطس بالحليب ويسبح بالعسل وينام بالحرير من أجل هذه التسعين دقيقة متفرغ بالنسبة للاعبي المنتخب الفلسطيني فوضعهم مختلف تماماً إمكانات منتخبهم متواضعة حالتهم النفسية صعبة جداً فلا يملكون سوى الإرادة والموهبة تشكيلة المنتخب الفلسطيني التي تلعب حالياً في كأس آسيا تضم 20 لاعباً من الأراضي المحتلة ثلاثة من قطاع غزة محمد صالح محمود وادي وياسر حمد عشر من الضفة الغربية وسبعة آخرون أيضاً من القدس المحتلة محمد صالح مدافع المنتخب من قطاع غزة فقد عدداً من أفراد عائلته في العدوان الحالي بعد نهاية المباراة مباراة الفداء مع هونج كونج الباريحة بكى وكتب على ذراعه رقم 110 110 هو عدد أيام الحرب الإسرائيلية على القطاع كل المدرجات هتفت لفلسطين في مباراة الباريحة أطفال نساء كبار رجال الجميع يرفعون العالم الفلسطيني والكوفية وشارت النصر حتى مشجعوه الفريق الخصم من هونج كونج عزمتهم تغلبت على ضغوطهم النفسية استطاعوا تحقيق المعجزة وكتابة التاريخ بانتصارهم على منتخب هونج كونج بثلاثية نظيفة وتمكنوا من الصعود إلى دور ثمن النهائي من كأس آسيا لأول مرة في التاريخ مدرب المنتخب فلسطيني مكرم الفلسطيني طبعا وهو تونسي مكرم دبوب قال في مؤتمر صحفي عقب الانتصار إن لعبنا قدموا أداء بطوليا المباراة كانت مصيرية مباراة تاريخية بالنسبة للفلسطين خصوصا بالظروف التي تمر بها الفلسطين في الفترة هذه كانت صعبة في بدايتها لكن لعبين كان أسرارنا كبير كان عزيمتنا كبيرة أنه عنا هدف جينا من أجله لو وجد فلسطين في الدورة الثانية مهم والحمد لله أن يتحقق وأنهني مرة أخرى كل اللاهابين والجهاز وشعبنا فلسطين احتفاء كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنه إنجاز تاريخي لأول مرة في التاريخ يتأهل المنتخب الفلسطيني إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا علي عامر يقول من رحم الألم والمعاناة يولد الإنجاز رجال فلسطين كتبوا التاريخ تأهلوا من مجموعة حديدية فيها إيران والإمارات حققوا أربع نقاط سجلوا في جميع المباراة سجلوا خمسة أهداف إنجاز كتب في ظروف استثنائية عصيبة أحمد هشام قال فريق أفراده يعيشون أصعب ظروف في العالم ويكون متواجد في البطولة وكمان يتأهل لدور الستة عشر يعني فريق جبار أخجلتمونا بروحكم العالية وأسراركم الرهيب يا أهل فلسطين الحبيبة فاتنة قالت جميع المنتخبات تلعب من أجل الفوز عدل منتخب الفلسطيني يلعب من أجل أن يقول أنا موجود أنا فلسطين إبراهيم قال إبراهيم الروح القتالية وحبهم للفانيلا الفلسطينية أوصلتهم للدور الستة عشر لأول مرة في تاريخهم يستاهلون هذا الوصول وبجدارة ويستاهل اسم فلسطين حميد الياسيني فلسطين تنتصر وتتوج بلقب الإرادة والتحدي الفوز والتأهل له دلالات أكثر من اختزالها بمباراة كرة قدم المنتخب الفلسطيني يروي قصة شعب ممزق مسحوق مظلوم الانتصار يمثل رمزية وبعدا إنسانيا ووطنيا لشعب تحت الاحتلال لا شك أن الانتصار الذي حققه المنتخب الفلسطيني تاريخي ومهم لذا هذا الفوز استحق الفرحة والاحتفال شاهدوا الجماهير تحتفل وتهتف لفلسطين من سوق واقف بالدوحة اشمع اسمع يا محتل والغزاوي ما ينزل وحط السيف قبال السيف وحط السيف قبال السيف وحنا نجال محمد ضيف وحنا نجال محمد ضيف بالدمر نبذيك يا أخصاب بالروح بالدمر نبذيك يا أخصاب بالروح بالدم نبذيك يا أخصاب شكرا